السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيد الأخوات والإخوان المشتركين في القناة وتحقى الكثير من خطع النقدي pair المالية القديمة سواء كانت مادنية أو ورقية وتحقى لكل مشاهدتي هذه الفيديو الفيديو اليوم سوف يكون موضوعه هذه الورقة المالية وهي ورقة مالية لجمهورية رومانيا وجمهورية رومانيا تقع جنوب شرق أوروبا وبالضبط في شبه جزيرة البلقان والورقة المالية التي أمامنا هي ورقة مالية من فئة 50 ألف لي واللي هي العملة الرومانية التي تساوي تقريبا درهمين ونصف يعني هذه الورقة المالية تساوي تقريبا 12 ألف درهم يعني مليون وربعين ألف ريال ماريبيا كما كتشوفوا أخواتي إخواني على الصورة هو جيورج إنيسكو الذي ولد سنة 1881 وتوفي سنة 1955 جيورج إنيسكو هو مؤلف موسيقي وعازف كمان بعد وفاته دوفينا جثمانه بباريز على الصورة كنشوفوا موسيقى نشوفوا دهر هذه الورقة المالية كما كتشوفوا بانكة ناسيونال الرومانية البنك الوطني الروماني هذه الورقة المالية من بين الأوراق المالية الأولى تقريبا لأنه لدينا هنا جوز الأصفر وبالنسبة الإخوان والأخوات يعني هو تجمع القطعة النقدية المالية القادمة في واحد الوقت هذه الهواية كترجع من هواية كترجع للعمل يدير أرباح بالملايين مثلا هذه الورقة المالية أظن اشتريتها بـ 20 درهم مغربية ها أنتم كتشوفوا أخواتي إخواني يعني القيمة ديالها شعال كتساوي قيمتها تساوي تقريبا 12 ألف درهم مغربية يعني الواحد يقدر بداحاته من الصفر يعني من أوراق مالية كتشربت بأتمينة زهيدة يعني من بعد اقتريبها بأتمينة باهظة التمن هذا هو موضوع اليوم يعني قد تبدأ حياتك من الصفر وتصر إلى ما تريد أتمنى من فيديو اليوم أن يعجوكم أشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر